الانتقال من مرحلة التعهد إلى مرحلة التنفيذ رسالة حملها كوب 27 للبدء بتنفيذ تعهدات دول العالم لمكافحة التغير المناخي الذي باتت تداعياته السلبية تهدد الاقتصاد العالمي وتنذر بكارثة وشئكة على كوكب الأرض ولتحقيق هذه الرسالة أطلق مصطدف محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ خطة عالمية لمساعدة المجتمعات الأشد فقرا في العالم على الصمود في مواجهة آثار الاحتباس الحراري بقيمة 300 مليار دولار الخطة تطمح لتحقيق 30 هدفا بحلول نهاية العقد الجاري لتحسين حياة 4 مليارات نسمة بمشاركة بين القطعين العام والخاص تشمل مجالات الأغذية والزراعة والمياه والطبيعة والسواحل والمحيطات وتشمل الأهداف العاجلة التي أبرزتها رئاسة كوب 27 نقل العالم إلى ممارسات زراعية أكثر استدامة يمكن أن تزيد المحاصيل بنسبة 17% وتخفض الانبعاثات بنسبة 21% كما تشمل الأهداف الأخرى حماية 3 مليارات نسمة من تغيرات الطقس الكارثية عن طريق إقامة نظام إنذار مبكر لمساعدتهم على الاستعداد واستثمار 4 مليارات دولار في استعادة أشجار المنغروف التي توفر حماية من الفيضانات وتوسع تخيارات الطهو النظيف إلى مليارين واربعمائة مليون نسمة لخفض تلوث الهواء داخل المباني الخطة الطموحة تأتي مع ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة تكثيف التمويلات اللازمة لمساعدة الدول المعرضة لمخاطر المناخ على التكيف والمرونة لمواجهة الأزمة بدلا من التركيز على خفض الانبعاثات ففي حسب رئيس كوب 27 وزير الخارجية المصري سامح شكري فإن هناك أربعة مليارات إنسان يعيشون في المناطق الأكثر تعرضا لمخاطر المناخ بحلول عام 2030 ترجمة نانسي قنقر